موسيقى 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 السلام عليكم قناة لازالت في البناية ديالها كنتظروا منكم التعم بالاشراك وبتفعيل الجرس لتوصل لقصة الجديدة شكرا عليكم اليوم قررت نشارككم قصتي من بعد سنين ديال المعانات اسميتي امال دابع عندي 27 عام زاديت وكبرت في صلاح في حي شعبي عندي جوج ديال الخوتي كبر مني واختي صغر مني دوز اجمل ايام طفولة ديالي في هذه المدينة حتى درت 15 عام قرر بابا وماما يبعوا الدار ونرحلوا المدينة اخرى حيث الحومة اللي كنا ساكنين فيها حومة شعبية وفيها تبرقيق بالساف والحضياء والتقواس كانت بابا عنده طوموبيل كي يخطف بها البلايس والكورسات ربي بيستر لي وكيدخل الفلوس مزيان ما كي حرمنا ما نحسى شي حاجة نحن كنا محدين بالساف من شجيران درجة بابا دهر خمسات لك سايد في طرف عامين والخرى اللي شاف طوموبيل يقول بالليمو لها ما القوما يجمعوا فيه الله يحفظ ومطر اللي هو المفضل للاحظ بابا كان انسان طيب وصخي مع اي واحد وصداقات وقفه معا دكشي لاش قرار يبيع ويشري لنا في بلاسة مقية صافي بعنا الدار ومشينا من بعد ما شرد طارتك الساعة كنت انا كنقرفتها من ايداني كان اخر السنة ديالي دراسية ونجحت فاشرح لنا كنت اخرج انا واخوتي كنت اعرف علي الحومة الجديدة حسن واحد النهار كنت خرجة انا واختي كنت اخروا منك نقاط عين وقفت لي ناتو موبيل باش نندوزو هزيت عينيه من باب الفضول جت عينيه في اجمل عينيه شافتهم عينيه خضرين وكبار تبسم مين شفت فيه وحضرت راسي وكملت طريقي مديره شبالي باللي اجمل عينيه مو لهم غي يكون سبابي فعدابي وهدك اللي كيقولولو حب من اول نظرة من بعد واللي تفين ما كان خرج كانت لقى بيه وحيث ما عارفاش اسميتو كنت كان عييت لصاحبتي في البغتال كان قوليها مو الميتين وخمسين وبعد المرات كان قول كان نكون كان سيق وكيدوز من قدامي تعرفت على بنات الحومة وليس كنجلس معهم من كيبرد الحال واحد النهار كنا مجمعين في الدرب ويدوز من الميتين وخمسين داس من حدنا بقى كيشوف فينا شفت فيه كنت امشى نقص واحدة من دوك البنات ويقول ههو الريفي اقناع على امل حيث هو حاسب راسو والبنت اللي جات جديدة ومهاجباتو خاصو يتصحب معه واللول صدموني ما اهترتهم حيث بديس كنفكر فيه ولكن قررت منطح شليف الشبكة خصوصا انهم عودوا لي عليهم اللي زهواني كيت صاحب مع البنت صيمانا ويقلم عليها سواء انقض غراضو سيوالله واحد نهار خرج انا واختيه وبنا نتربنا كانت سارة ووقفنا نشريولا غلاس شربت اللولا وسبقتهم قطعت الشارع هو يوقف عليها وكانت معاها شيدراري في الطموبيل وكلهما كانوا سكرارين شفت فيهم؟ هو اللي كان نشوف في ذوك العينين الزوانين مقلوبين وكيدحك خفت وسميت رجع اللور عزت في حاله وقالوا لي البنت هو دي مع لذاك الحال وتخلعت صراحة مشيت للدار بقيت كان فكر في ذيك الحالة اللي شفتوا بها ما حملتهوش ولكن كي غندي نخلي قلبي ما يتعلقش به ما مقتش كان خرج واخر كان قلت جاءت دخول المدراسي تسجلت ومضيت القراية وكنت منها ما نتلاقش به حيث من كان نشوفو كان ولي حمراء وكام دقائق كان تفتر في الهدرة تعرفت على ابنات واحد الكليكات وليت مساحبة معاهم وقد وقت السراحة كان خرج للبرة كان شريول حلوة ريبي واحد نهار خرجنا في العشية وليت منها راجعين تلاقينا بولاد قسم نحدة باب الكوليج دورت وجهي لجهة الشارع ويبالي على رجلي دي مفطة موبيل اول مرة نشوف فرنتو وطولتو مشياتو وحويجوه اللي دابا ما تسيتو مش واحد شمية كي بل يا جاي جهتي تضمت حتى بل ليد خلوصت الكليكة ويجي بدها بتصرفي قال واحد اللي بنت كانت معنا في الكليكة ويجرها قال لها سير للطار سنتفاهم أنا وياك وش دلود اللي كان حداها قال لي لاش وقف معها؟ وجوبه دا قدر لي قال لي غير بنت قاسمين بيني وبين هواله ولفعليه قال لي أخر مرة توقف مع أختي ولما تلم غير راسك عايت شفته مزيان وعرفت بالله نرى هذك هذي كان أخته وهذك الشاب ما بينه وبين نخص صغيرة ولو ولكن هو ما عجبوش الحال ومعجباتني الطريقة الهمجية اللي يتعامل بها هو حلال عليه يتفلى على بلد الناس حيث موقوس وعنده الطموبيل ملبس عليهم ولكن قلبي ما طابعنيش هد ما كيزيت كي تعلق به كن فكر فيه كتر من الول صبرت وخبيت اللي في قلبي باش ما نبينش لشي حد دوزت دك العام ونجحت طلعت الليسي قدرت خاصوص رياضة وحيت غيه هو اللي كان مع عمار قلبي وصفكيري كانوا بزاف كي يبغوا يهضروا معايا وما كتش كان بغيه ما عرفتش كتحسب اللي شي نهار غنهضر معا والنان بدلو الأفضل بدت القرية من بعد سافرت في الصيف باش ما نتلاقش به وليس كان شوفو صباح وعشية حيت ما ملش بغيه يطيحني في شبكة وطحت نهيت ولكن غير في حبه وحلفت منطح لي ونتنادل لي بسهولة وبدأ معايا حرب الأعصاب كيدوز من حدايا يبقى يشوفو فيه وكي يبتاسم ويمشي بحاله كتكن تهدب كنشوفو كيديلي هاكي وخلاص مين كنشوفو وقف مع شي وحده ونجحت سفسي كيام كعتل السيزيان من بعد ما كندو الصيف بعيد على المدينة الجديدة باش نساء ريفي كي يجي عندي شي حد كي يضر معايا ما كان بغيش حيث هو اللي ملك ليه قلبي وعقلي والروح ديالي كن نحس بيه وكن نفق بيه ومن سالات العطلة قبل الدخول المدرسي كنت خارجها نتسخر وانا تلاقب واحد البنت كنت كان عرفها في سلاع كنشوفو هنا هي كانت تلابسها حت خطاة في الخارج كانت تصفت لها الحويش كنشوفو كنشوفو واخا معي يقين ما كانش كتتسوق وراتني دارهم ووريتها دارنا ودرت معها نجي عندها غدا اولا الغدلين عشية مشيس عندها قلتنا في دارهم حتضلنا من الحال وقاتل يالا نصلك قد نتلاقى بواحد الولد بوغوس قاتل يالا تعرفت عني السمانة قاتل كانت تحك ضغيال عفريتا قلت لها ضغيال عفريتا ماذا لما سخنتي حتى بلاسك قلت لي هو اللي يلسقني وعجبني قال لي يلا نمشي ومسفت لي الميساج يجي مسلق بجوج وافقت وياريت ما وافقت صدمة كان بني سبالية مني شفته هو جاي عرفته واخا كانت لا وصل على الله سلم عليها من وجهها ومن مدية دولها ووزراته فيه بقى مصدوم قاتلوا هادي كانت صاحبتي فصلة وبقى غيالساكت وانا تمنيت نموت انا وهو بيناتنا انا والبنت صافت كلها وانا ساكتها حتى هو ساكت كانت مع غيالساوتها ولكن ما عرفت شنو كتا تقول حتى مرفوعة وصلوني حتى قلت ليهم يلا بسلامة وانا ادخلت البيسي قلت لماما فيه اني عايز ما يبرزني حتى واحد وتخشيت تحت ليزار وقلت سكن بكي حتى الدنيل عايز قفية راسي حبست راسي فنطر حتى بدأت القناة وبديت كانت لقم ديك المنت وكانت تعامل معي عادي حتى الوحد لمرة شفته يهضر مع وحده وانا نزعم وصولت وقت لها مازال معرفة قلت لي لا را قلبت عليه لا تريد ان نحكر خفت تعيق بي ذاك العام عاود تقرأت معي اخته وقلت للصحابات حتى في التاسعة كانت كنا نهضروا مع بعضياتنا مرة 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 وقلت لي انك انطلقها وخارج الليسي ما كان نزعمش نمشي عندهم من دارهم كان خاف نطلقها به ولا يشوفني معها وكانت يجي بزاف وصحابه وحده الليسي قدامه وكانت ذاك ساعة يكونوا غالسين ويهضروا كنقلسوا احنا يسمى مليكا نكونوا مقاري شفوا احد المرة كان غالس هو وجوه اصحابه والاكس قال سمعشي بنات بعادين عليهم شوية تمت واحد البنت شهيل عندنا بالغلس هي كتقول عرفتوا الريفة لمن قاني قالوا لها علامن قتليهم على اعمال حيث كانت تديزة من احداهم سمعتهم شلو كي يقولوا بيناتهم صولوا صاحبه وقال له شنو اسميه قال ليهم اعمال وحد فيهم قال له شنو اللابسه قالوا بيستك حلا ونطرق شعرها الطويل قالوا باينة فيها ما يدار بقى كيدحك وقال لهم عندها فصالة متردقاء ما قلتلي دي كلها تحزيت بنفسي طاقت حيث وخا ما عطيته فرصة مني يدوز لي مثل حاطني في بالو يدوزني حتى انا خليتهم ومشيت للدار سنتيزة لي وقلس كان بكي حيث صافي فات الفوت ما بقيتش كانت حكم في قلبي والمزز عليه ما يبغيشه حتى هو ما يستهلش نعطيه قلبي صبرت وقاصيت وانا كانت شوفه دايما مع البنات وحاولت نشغل راسي بالقراية وخا صعيب بقيت كانت تعاود مع جوج بنات وقلت ليهم باللي كان بغيه وحاولوا يساعدوني ونصحوني باش نتساحت هو ريفي ودوز في البنات التاعي في الاخير غامشيت زوج بريفية من بلاده ولباس عليها بحالهم مشكلتي تحت في هالدنيا ما كان يعمر لي عيني ولنقدر نهدر معا شي حد كنت ناهي حس بيا ولا شفته بحال لملكت الدنيا لا شافي يبدوك العيني نعاد كنت ارجع فيها الروح كنت نحس به من البعيد كان قول لبنات ها هو جاي والله قريب حتى يبغاوا يضحكوا عليك يقولوا لي عندي الحاسة الساديسة وانا كنت كان حس بيغيه هو بوحده وصدت لي الشاهية وضعفيت لمقيتش كان نعاس من الكترة ما كان فكر فيه تراجعت في قرايتي وخاهاكك نجحت في أولى باك وذلك الصيف ما سفرناش حج جدا مسكينه مات بل أطيب خلق الله وأطيب خلق الله في نفس الوقت وحد جارنا في الخارج يجب الناس الاسبانية في كونترا هذا العام وجب الكثير من الكبير لم يرسم خدمة وقرر بابا يبيع الدار لم يكن يسافته بكونترا باستدل المليون لم يكن لدينا من يجيبها أو نسلفها هذا كبابا غامر وعطينا الفلوس كما أعطوهم الناس وحيث ارتفع بعض العقار شرب بابا أرض قريبة لدار ريفي ورهلنا احد دارنا اللي بيعنا بخمسة المليون والفلوس اللي شاطت شرمنا هاتو موبيل حيث اللي كانت عند نفس لك نباع هذيك الوقت والباقي صرفناه مع المدى ساعة ذاك العام من زهرنا اسبانيا وصلت هالأزمة وهذاك اللي اعطينا هالفلوس هارب البلاد أخرى وبقى كل شيء معلق وأنا كنت مرهقة مرة تحت ما كنت شباها دارنا اتباه تحت ما لكي يغامر بداره وليس محصبه وكان قول بما انت سبابنا بغيتي تعتقه ويا اصدقتي غرقتينا كاملين الحمدولله بردنا بعد ذاك البقعة والتي تشتني لها كريز ومن كانت عصب الخصوص جاتنا الأزمة في المرهقة قديالي والتي تحسسها بالساف وكانت كي دايما بسباب وبلا سباب دهوزتك الصيف كحل حتى بدأت دخول مدراسي وبدأناك نقرأ ورجعت عاود للضغط النفسي معاه ولكي يدير معايات التحرميات حيث تحس باللي كنحس بجي يسبش حاجة حيث تزنيك سوجهي كتفرشني وكانت تلفلها درامي كنشوفو ولكي يدوس من حدايا واللي زاد اكد له احساسو كنت واحد المرة في الصحة الغيادة وما قديتش نلعب وقلست جات خطو عطاتني بورتابلها شنو قال لي راسي جبدي نمرته من ريبرتوار فعلا عندك شي اللي درت وضغية حفظتها وفي الليل ضبرتها لنمره جديدة وصوني تليم لماش نسمعها صوتو واللي تقول الليل اغيك نبقى نسمعوك يقول قالو قالو وهدري حيت عارف من تلي يغدير هكا وباقي كما هو شوفيه تقول لي ما كيدير والو زوين بالساف ولغي حيت مزعوطة فيك يبلي اجمل واحد وهو كيكمي كيتحشش وكيشرب قعيت له واحد نهار وحيت ما عارف الصوتي قررت نتكلم قالو قالو لا باس الحمد لله شكنت انضحكت وقلت له وحيت زوينة قال لي على ذيكت ضحكة عجبتيني ماينة غتكون انت اللي كاتصوني لكل الليلة وضحكت قال لي كتبغيني قلت له لا غيك تعجبني وبغيت نضحك قال لي ولكن بشرط منعرفك شكون انت ومنين جبتين نمرتي قلت له لا ما نقدرش قلت له بغيت نقول لي كشي هدران قلت له اوكي قلت له هدوك الدران اللي كتبشي معهم غادي يجروك شي حاجة خيبة ردني ما دايما شره الموت ما كتتعرف لا صغير ولا كبير ولا زمان ولا خيب قال لي الله هدينة ومزز على عليا باش نقول لي شكون اعنا اقطعت في الصباح من ثالية القراية وخرجت معه 12 بلي من بعيد ودرت تراسي ما شفتوش حتى بليها سبورطابلو وحسي سبورطابلو كيفي بريف الجيب سروالي وما حركت شي دي وضورت وجهي ضوورت وجهي جيهتو كان شوفيه لقيتو كيشوفيه وكيضحك وخرج لسانه وضل عند صاحبه وكيضحكو كيف حال قال لي انا عقص بيك ما عارفتش كيفاش عقبية انا ما عطيتش هدنملة حتى حتى صاحباتي اللي عارفيني كان بغيه حدا تراسي ومشيز مصدومة بندق نهار زاد الإسرار ديالو باش يوصل لي بأي طريقة ولا كيدوز من القدام دارنا كل شوية ويطلق الموسيقى بالجهد ويجي في النساطات الليل وقف طمويلة وحده السرجن بيتي ويلعب بالأعصاب ديالي كان وقف مع المناس في حومتي كيدوز من حدا يمشي ويجي ويجي ومعهدراني يبقى ويضحكو انا كان قول فراسي دوز داك العام في الضغط كان كي عسى ليه وحده الليسي مع صحابه وكان دوز من حداهم كلهم يبقوا يشوفوا فيه وحده المرة تقالسه وحده الليسي خرجت معه الحداش قلت ليه صاحبتي قلت لي الراجع مع الجوج مع الجوج ولد قسمنا وهم أولاد حمتي من كنا كان راجع وجوشي صحابه وقلت وحده انا شوية وانا اسمع وحدك يعيط لي يلا يلا كان فايقة انا تلفت وليس كان سف سف في الكتابة عاقبية عاقبية والد قسمي قلت لي يلا في حالنا والد القسمي اللي معي قال لي يلا نسلك ندار بالموتر معي بغيت غيني مشي مني ركبت مورا هزيت عيني لقيته كي يخنزر فيه وثم جاي الجيسي وقاتني بكتفه في ظهري وتصدمت مرة ردت الفعل دياله حيث 4 سنين كي يشوفني عمر شافني معه ولد هذك النهار تلفت وغي كي يقرم عايدة كالولد ما بينه وبينه والو دوت لمسي حالات وما نجهتش كنت متوقعها دايما مرفوع بالغي معه في الصيف كنت قتلنا واحدة على شافت الريفي حط بنت احدى دارنا حاولت بنبينج لغيرة ديالي سمحت فيهم منت بنت اغادل دارنا وانا نشوف بنت واقفة هو جاي بالطموبي الجديدة شرها هذك الصيف وقف وركبات وقصد يدوز من احدى يوم ونضوروا جو وكان ممكن يدوز من طريق واحدة اخرى ادخلت لبيتي وعيني حاملين بالدموع مخنوق قمت بتفصار ذكريات اللي كيقدر غير عليه جاني الالهام بسبب الحب اللي اعطيته ليه وكنت كان كتب عليه اجمل شعر وكنت مع صابرة الملاك ديالي مكنتش كان شوف فيه تعيب شديت ودرته في الصباغة خاوي وشعلت فيه العافية وبقت قلسة في الصحة حرق في ذاك الكتاب كله وعيني تسده بالبكة سافرت من بعد ذاك شي كله هربت لعنت بنت خالي باش نبكي باش نبكي فراحتي قلس تسمك شهر ارجعت غير لود القراية العام الثاني في الباك قدرت الحجاب ووليت حدود يوم العازلة قلسة عندي غير صاحبتي وحدة اللي هي اخته ومعماري قلت لها باللي كان بغيخوها دخل البرد وحد نهار كانت بنت خالي عندي وكان خاصني واحد قصة اللي خاصة وطلبت هامل صاحبتي وخا كان مش الحال قلت عندها وديت من دخالي من كنا واقفين قدام الباب سمعنا شي غوث في الطار وانا كان ميز صوته وسط مليون صوت سمعته كي يتغاوث وانا كان قل صاحبتي انا اخوك هذا باش نطلي نلقينا شي صاحبه كيتدامزه وهو مخشي كيفك وصدق مشاهد معاه وانا ما حسيتش باراتي حتى اندخلت كان نفك وكان جره انا واخوتاته فرتكنا وقالت لي صاحبتي تنين قل خويا وصلكم قلت لي هلا لا انا مشيه امشيه بوحدنا مشيت انا وابنت خالي للدار غدا في الصباح بشيت نقرع قلت انا وصاحبتي وقالت لي من اخوها البارح من فكينا تقمع الصب ومشا سكر وجاكي يحيح والناس عايتوا البوليس ودفع البوليسي طح وشدته دوزه المحكامة ما حسيتش بدموعي تبدو كينس له خطوة صدمت فيها ما حكيتش لهذه الساعة الغداء حت قريت لها بكل شي وفهمتني وانت اخباره كتجيبها لي بعض دور الفلوس ودوز غشار اخرش حاولت نساوخة صعيب ولكن العكس كديد كنت وحشو كنبغي واخا كنت سمعته موبيلته والموسيقى ما كان طلش من السرجم كانت واحد من جيرانه كان تريني وفلاسال كانت بصحبة معه واحد دري ضعيف في المكانه كيتخاسمه وكنت كان صالحه والليس انا وياه اصدقاء كان وقف معه عادي في الدرب كان كيدوز بعض المرات كيلقاني وقف معه وبدك يتقرب منه واحد نهار دا كل الولد كان كيتناقش معه شمكانه هو يقف عليه بالطموبيله وقال لي خلي عليك الزبل وصل لك في المغيتي تعارف هو وياه واتبادله للماري تلخص انا وذك الولد من بعد يومين يعود لي ذاك الشي اللي طرع فهمت باللي ماشي صدفة ولكن اسكت سنشوف شنو غايت طرع من بعد كنا انا وابول جيراننا قال سين حدا الدار هو عيت ليها قال ليها غايتوز من احدك جيب لك كادو وشوية باللي وقفت موبيلتو ونزل من هادك الدرد يجايب كادو البن جيراننا ورجع عندهم مشاوه في الصباح كنت غايت الليسي تلقيت بدك الصادق وسووا اني قال لي كتعرفي الريفي قلت لي اخو صاحبتي قال لي اياه كان غالط كيت حاب ليه مساحب معك انتي تشوفوا عطال كادو البن جيراننا وصلوا اني واش مساحب معك انتي ولا ولا هي قال ليها مساحب مع البنت اللي مديت لي هالكادو واللي معها صديقتنا دايما انكت صالحنا ضريفة قالوا اه وي وي رأى صاحبت اخوة ساسي ده خلاص وقرأ صوف ديك الليلة عيت ليه قالوا انطلاقها وانطقها هو وخمختالفين كل الاختلاف ما عارفش باللي ما كان غي دارو طريق باش يدوزلية جهستو موبيل وقلسو يدور شين الساعة هو يقول ليه بغيتك في واحد الحاجة قال له مرحبا هو يقول لي بغيت نمرس اعمال بغيتك الدري كيشوف فيه وعرف السبب اللي خلاه يتقرر منه هو يجابه بالله قال له ما يمكنش نعطيك نمرسها لما سولتهاش حسية مكت صاحبش وقال له يحاول معها غده ويعيت لي الدري وقال لي هاشنو هاشنو قا هنا قد بدأ معاناتي الحقيقية قدر الله ومشاء فعل قلس من القراية مبقيتش عندي رغبة ندير شي حاجة وعرفتك الصيف دارت خطول الكبير منه العرس وعرضوا علينا من حتى دارته هو حاضنة العرس كله ومهزتش عني وانا ما حسيتش بالعالم العروسة مديتش فيها والماكنه ما بغيتشها بطلية صاحبتي عاقس بيامسكينا ما بعدش علي خافت عليها تسخفحت مين كنكون وكنشتحه وكي يقرر لي كنبعد القلب ديالي كيبغي يسكت من كترة ما كي ضرب مننا دو العروس والعريس ضلنا هوم الوسط وضلنا هكا سكا وقنظر عليهم شي شادف شي وحد الوقت حيضو شي بنات وهي من اللي يدخل القتامي ما قدتش نشت فيه تجاود دخالته بينه وبينه من وقفنا شفتو هده رفودن واحد ولد عائلته وهدك الولد دار شافية دو وسدك العرس بالكشايف من سالة بغيت نمشي حلفو لخلاوني متيقت شراسي بيته في دارهم هو قريب لي غير حيو طلي بينه وبينه ولا تمو دائما كتسول فيها ودخلت لها لقلبها ولا في اي مناسبة كان حضر كنحاول ما نتلقش به في دارهم حيط الخلعة كتمن فيه هو كن يقتلني غير بتتحنزيس ملقص طريقة من يدوز لي وخلاص انتقربت من دارهم واخوتاتهم ولنا كنخرجه مجموعين دائما نفس الحلم اللي كان يجيني كل نهار كان لضم في زوعة وكان دعي يا ربي تحفظه وليس في لما كنخرج كان نلقاه واقف مع أصحابه ويبقي يشوفه فيه كان تلف وكانتلف لي المشياء وليس كان قرأ عود درس مدرسة دي للغات باش نشغل وقتي واحد نهار عايتت لي صحبتي قتلي باللي جداتها ماتت قل بستحوا يجي ومشيت لدارهم يلا دخلت مع الباب ولقيته هو اللول زيرت على راسي وهضرت وقلت له البركة في راسك ما خلتوش يردع لي وقلت له واش البلاد الفوق تهو تلف في الهضراء قلت يقول لي اه اه الفوق الفوق طلعتم وبالي معاه كان فكر كيف اش هو تلف في الهضراء زي ما يكونك يحسب شي حاجة من جيتي مو حالش عزيتهم وبالزوح لي انبات على ودل عشا دي كالليلة قلبي كي يضربك نقول فراسي عندك غي سمع قلبي في الصباح افضلنا مشينا المقبارة هو معانا ورجعنا مشيت لدارنا قلبي كنت خارجة كنت خارجة كنت خارجة قلبي كنت خارجة قلبي كتوبة كان بغيك اعمال وقلب كبير مشيت لدارنا بس ضغمة ما عرفتش باش تبليس ما قدتش نصدق من ثمه غبر كان خارج بغيت غي نشوفه نعطي هذول خضر بش يجي لعندي داست قريبان عشرين يوم من ذاك النهار ذاك النهار ما يتنساش ليه من الماضي الأليم خرج في الحشية تساريت مين كنت راجع بلية قلت حد دارهم شفت فيه كانت اخر شوفه اخر مرة شوفه عميناتي الخضرين بس خيتش نمشي وانا كنت شوف ديما تبسيمة وذاك الوجه والعيني اللي ملكوني بشيت للتار وقلبي مقبوط ونفسي مزيرة دخلت البيت ستسعليه وضرت الراديو وصلت 12 ونص هي تبدأ أغنية الواليد الواليد أنا نجيس عن الوليد أنا نجيت أنا نجيت جوني مار وضعت قلبي تصير طفيت الراديو نحس مع 12 ونص ضربتني الفيقة وقلبي كي يضرب كي يضرب قريت القرآن ودعيت له بالسلامة ورجعت نحس في الصباح فقص بكري قلس كان وجد الفطور جاء أخوية الكبيرة دخل القليرة خصة حبسك دارك سيدة ومات ما حقتلش على راسي تلقيت راسي غدا كانت جري كانت جري في صنقه شعري عريان لمسا غيب بيجاما وكان قل يا ربي يا ربي يكون غير حلم يا ربي يكون غير حلم كي مديمة كان حلمه كان حلم به دارك سيدة وميز ما أصحب ليش هداك الحلم غادي يتحقق وصلت قدام الدار كي يبانوني الناس والكراسة والقاعة كان قل يا ربي يكون عرسه ما تكونش قناسه كان دايما كان تصبر راسي تزوج شي وحده وما تصبرش راسي على الموت دياله من طلعت للدار تلاحظ علي ياختوك تقول ليهم ما عارتش واش نصبر راسي ولا نصبر كان قل لي الله اللا غيكدو دا بايجي هو موال في باس برا عاد البارح كان شوفوا ما فيه والو قد كان شوفوا محاسة بها ولكن ما مصدقاش كانت مصدومة دماء مبهو شي هبطو ما حسيتش براسي تقولت ليهم كي يديرون لي الريحة من بعد ما فقط من الصدمة حيث وقت القناة كتمر فوع ما حسيتش بالعالم كتكن قول دا بايجي دخول مع الباب غي كان حلم لدرجات كالقرص يدي كالنط كان طلب من الترجم كي يبلي جاي كل شي عقبية اللي كتخايفة منه يعرف مشا اللحظة اللي ما تنسلتش ليها من جابوه في صندوق موت لاحظة لي ما خلا وهاش تقيسوا حيث ما فيه ما يتشاف نهارا غامشي للقبر في ثلاثيام كان عيد الحب 2012 بحلا دفو نتقل بي معاه ما بقت حلا لي حزاها حاجة في الدنيا إيماني بالله وبالقدر دياله وما اللي يصبروني كتكن ضل كنت دعيلي بالرحمة خصوصا مين عرفت من اللي مات سكران ضلني خاطري كنت نبهتوا الدنيا ما داي ماش ما كتعرف لها كبير لصغير ذيك الليلة كان كي يودعني بذيك التبسيمة الوقت اللي ضربتني الفيقة مع الوحدة ونص وتخلعت هو نفس الوقت اللي مات في حيث الحب دياله وصلي حسن وخاه كتكن حسبيه مقلق فرحان في ذاك الوقت جوا عندي صحابه وانو تمشي معانا مشا معاهم مشا معاهم مشا معاهم البوات شربوه شرب غي شوية مبقاش بغي يقلس وملي كان خارج واحد كيعرفو قلو وصلنا معاك كانت معا صاحبته وصاحبتها ركبو بربعة فو حد الفيرال بغي يضوب الجاي كاميو بغي يرجع للطريق وقاها واحد مبغاش يعطي البلازة فين يدخل وتصدح معا الكاميو كلهم ماتوا كتكن دعالي دائما بالرحمة حسن الدابة بازالة كانت تلحب عليه وخا وخا سمع باللي تلي كيموت شرب كيدخل مباشر للنار ما كيشوفش فيه ربي وكتكن نقول أربي غافور والرحيم أربي سيسمح لي وخا ستخفف عليه عذب القبر من مراهب عام تزوج والحمد لله أربي أعطينا نعبات النسيان وقلبي ضق للمرة الثانية ولو كان مازال حي ما كنضرش باللي كنت ستزوج أولا قلبي يبغي شي حد هكا أربي ما دارش سبب باش تكون بينه وبينه شي حاجة حيث ربي مكتب عليه يموت كيم مكتب عليه أن تزوج براج لحبيبي وانو لدوليد ونسميه على اسميته شش تبقى بينه وبينكم هذه هي قصتي